تطلب جرف الصخر النجدة من جديد عاد فصل الشتاء الذي يثقل كاهل نازحي مخيمات العامرية في الفلوجة هنا الأنبار الشاهدة على خيام ممزقة منتهية الصلاحية وهنا الموت الفريد من نوعه إذ يفقد النازحون حياتهم التي فقدوها أصلا منذ قرابة تسع سنوات نحن جماعة جرف الصخر نحن منسيين خلاص يعني الخيام ماكوا مساعدات ماكوا صوابات ماكوا نفط ماكوا نحن ميتين بس نتنفس أستاذ العزيز لا منظمات تسأل لا دولة تسأل لا كل شي خلاص يعني الميتين بنقوسين هذه الخيام سخرت علينا يعني قبل ثلاث يام مطرت قرجت كل الخيام نبجي ربك جاب هاي القعرم لي مو حر صار بنا ذاك المصار ولأن منهاج السودان الوزاري كان في مقدمة بنوده التي ألزمها بتعهد حلها في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر فإن جرف الصخر التي تقدمت قائمة الملف الأمني في المنهاج تمثل تحديا حقيقيا سيما مع أحوال النازحين المثقلة بالويلات وغياب الخدمات واستمرار حال المخيمات دون حلول جذرية في عهد حكومات متعاقبة وهاي صارنا نحن تسع سنوات قام الشادر إذا ينشق انخيطه بالمخياط عرفت شون يعني لا منظمة جت صدت علينا لا جاء مسؤول قال عمي أنتو نازحين صاركم تسع سنوات هنا بالمخيمات ايش محتازين ما محتازين الرسالة العجلة التي يبعث بها قاطن مخيمات النزوح تمثل معادلة صعبة لتدخل حسابات شخصية ومصالح ونفوذ وقف حاجزا بين تحقيق الشعارات على الأرض وحياة كريمة لأبناء البلد النازحين دون سبب يجعلهم نازحون في وطنهم اشتركوا في القناة